ينضم إلينا من عدن المحلل السياسي الأستاذ قيس شاعر سيد قيس أهلا بك معنا ما هي الأهمية الاستراتيجية لعمليات الجيش الوطني ضد الإنقلابيين في الساحل الغربي وخاصة محور الحديدة طبعا كما هو معروف أن الأهمية في الساحل الغربي تكمن في باب المندب وأيضا في المنافذ البحرية التي كان الإنقلابين الحوثين يتزودون بالسلاح عبرها لذلك بعد السيطرة على هذه المناطق وبالذات منطقة حيس وغيرها من المديريات في الساحل القربي هنا قد قلصت قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف العربي من تهريب السلاح لكن الحقم الأكبر من الأسلحة والكميات الكبيرة من الأسلحة تدخل عبر ميناء الحديدة لذلك بعد السيطرة على محافظة الحديدة وعلى ميناء الحديدة الاستراتيجي والمهم الذي كان يتزود عبره الإنقلابيين بالأسلحة الممنوحة لهم من دولة إيران من سواريخ وغيرها من الأسلحة هنا تكون جماعة الحوثيين قد بطرت وقد تم تقليص نشاطها العسكري وأيضا تم التقليص من السواريخ التي تتدفق إليها عبر المواني البحرية وبالذات عبر ميناء الحديدة لذلك لا زالت قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تستمر في تقدمها تجاسب مدير محافظة الحديدة لكن ما يعيق الآن قوات الجيش الوطني هو الكمية الألقام وأيضا العبوات الناسفة التي تزرحها قوات مليشيات الانقلابيين الحوثيين في عدد من المناطق وعلى أيضا جوانب الطرقات ولكن هناك فرق هندسية سارعت إلى المكان وبدأت بانتشال تلك الألقام يضاف إلى ذلك أن قوات الجيش الآن تقوم بعمليات تمشيط في المناطق في محافظة في مديرية حيس وأيضا الجراحي في عملية لانتشال ما تبقى من تلك الألقام وأيضا للقضاء على ما تبقى من تلك المليشيات التي تتواجد البعض منها في تلك المزارع وكما هو معروف أنها منطقة مفتوحة وأيضا مساحة شاسعة هي محافظة الحديدة لكن مسألة الحسن في محافظة الحديدة هي مسألة أيام وأعتقد أن الجيش الوطني خلال الأيام القادمة سيسيطر على محافظة الحديدة ويتزامن هذا الانتصار وأيضا السيطرة على محافظة الحديدة مع تحقيق انتصارات أخرى وبالذات في محافظة تعز طيب بماذا تفسر الخسائر الكبيرة في الصفوف الانقلابيين في الساحل الغربي في تعز في هذه المرحلة الحالية في الحقيقة المليشيات الانقلابيين الحوثين لم تعد تمتلك قوات عسكرية كبيرة كل الذين يتم تزج بهم في جباة القتال هم عبارة عن مجندين يتم تجنيدهم في محافظة صعدة وأيضا في العاصمة صنعاء عبر معسكرات وأيضا في أماكن يتم فيها هي أماكن عبارة عن أماكن يطلقون عليها أماكن التتقيف ومن ثم يزجون بهم في جباة القتال مجامع من الأطفال من المدارس تحت تهديد السلاح يهددون أهلهم بالسلاح لكن جماعة الانقلابيين الحوثين لم تعد تمتلك أي قوة عسكرية على الأرض مسألة الحسم هي مسألة أيام وكما هو معروف أن تضاريس اليمن لها دور في العمليات العسكرية التي يقوم بها قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف العربي لكن الخطة التي وضعتها قوات الجيش اليمني مؤخرا وفتح جبهات جديدة هي التي ساهمت في استعادة العديد من المواقع وأيضا ساهمت في انهيار جبهات الانقلابيين الحوثين أمام قوات الجيش الوطني التي تواصل زحفها في مختلف جبهات القتال لكن الانقلابيين الحوثين الآن يحاولون أن يصمدوا بقدر المستطاع لعلوا عسى هناك تكون متغيرات دولية أو تكون جلسات للحوار يعيدوا عبرها تصفيف ترتيب صفوفهم وأيضا استعادة الأنفاس لكن ميليشيات الانقلابيين الحوثين في الوقت الحالي وهذا هو المؤكد لم تعد تمتلك قوة عسكرية لذلك الخصائر التي تتلقاها وتتكبدها ميليشيات الانقلابيين الحوثين في مختلف الجبهات نلاحظ أنها تشكل عليهم إرباك شديد في العاصمة صنعاء ويقومون في العاصمة صنعاء بعمليات الاعتقالات والاغتيالات والتصفيات لخصومهم وأيضا لمعارضيهم هذا دليل على ما تتلقاه جماعة الانقلابيين الحوثيين من خصائر فادحة في مختلف جبهات القتال طيب متى يتم حسم معركة السحر الغربي بشكل نهائي وما تداعيات كذلك تلك المعركة على الجبهات الأخرى؟ بطبيعة الأمر أنا أشرت لك أن مسألة حسم المعركة في الساحل القربي هي مسألة أيام وأيضا هناك خطط عسكرية نحن لسنا على دراية بها ولكن العسكرية من يوضعونها تلك الخطة العسكرية هم على دراية بها لكن من خلال نحن نسرد خلال العمليات وخلال عمليات الزحف المتواصل لقوات الجيش الوطني وأيضا الآليات التي تم الدفع بها والمجندين التي تم الدفع بهم صوب الساحل القربي على ما يبدو أن حسم معركة الحديدة والساحل القربي أصبحت وشيكة في الأيام القريبة سنسمع مفاجآت في محافظة الحديدة وسيسيطر عليها قوات الجيش الوطني لكن أيضا هذه المعركة بحد ذاتها لها أهمية كبرى حيث أن السيطرة عليها سيقضي على التموين السلاح الذي كان يتزود به ميليشيات الإنقلابين الحوتيين من عبر ميناء الحديدة وأيضا هذه المعركة ستضعف من قوات الإنقلابين الحوتيين في بقية الجبهات سواء في محافظة تعز وغيرها من المحافظات وستكون هناك أيضا جباء أخرى للعاصمة سنعاء عبر محافظة الحديدة وستنطلق العمليات من هناك وسيصبح الجيش الوطني مطوق على العاصمة سنعاء من عدة جهاز شكرا جزيلا لك كنت معنا من عدن المحلل السياسي قيس الشاعر أشكرك جزيلا شكر ترجمة نانسي قنقر